السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عاملين ايه ربي كلكم تكونوا بخير النهاردة جايب لكم فيديو جديد عشر استخدامات لسلك الموعين مش هتغطر على بالك هتوفر عليك كتير جدا من المنظفات ومن تعب ومجهود كتير اوي اول حاجة عندنا هنا الاطباق الملمين اللي بيكون فيها كده بوع صفرة او صفرار كده من الجوانب او من تحت الصفرار ده بيضايقنا جدا جدا نبقاش عارفين ان اضافه ازاي بنجيب كده الطبق على الناشف خالص وبنجيب كده سلكة من اللي هو السلك الناعم تمام وبتكون هي كمان ناشفة جدا وبنبدأ كده نفرق القطع اللي هي بتكون مسفرة دي بالسلكة بدون اي منظفات وكمان من غير مية خالص باكد عليكم لازم تكون من غير مية نهائي تمام هتلاقوها كده بتطلع معاكم مسهولة جدا والطبق بيرجع كأنه جديد ومن غير اي صفرار خالص زي ما انتم شايفين انا كان عندي السيرفيز ده القطع اللي هي بالجنب دي كان فيها كده قطع آآ صفرة تمام وبوع صفرة كده وساعات كده بتبقى آآ يعني غمقة كده تمام لما عملته بالسلك زي ما انتم شايفين تلع رجع جديد تاني وبيلمع وحلو جدا جدا فالفكرة دي جربوها هتعجبكم قوي نيجل تاني فكرة معنا وهنا في حوض المطبخ لما دي كده ننظف الاسماك او كمان الطيور بيكون كده في زلال وفي كده آآ بقايا من الحاجات دي وفضلات ممكن تسد معنا الصرف فالافضل نحنا كده نقطع كده كده من السلك اللي هو بيكون ناعم ونسدي بها كده المصفى بتاعة الحوض عشان تمنع اي حاجة من النزول بعد كده في الاخت بعد ما نخلص بنشالها ونتخلص منها بكل سهولة الاستخدام اللي بعد كده معنا وده بسلك اللي هو الموعين اللي بيكون خشن اللي هو معي كده السراميك اللي بيكون حوالين البتجاز وكمان مفاتيح الكهرباء اللي حوالين البتجاز الحاجتين دول بيكون فيهم دهون صعبة جدا لما تكون قريبة من البتجاز بنبدأ كده نفرقها كده على الناشف بدون برضو اي منظفات ولا كمان مية خالص على الناشف جدا ويكون كمان المكان ناشف جدا من المية او اي بخار او كده ونبدأ كده نفرقها بي السلك الناشف ده بتطلع معنا بكل سهولة وبيرجع السراميك معنا ناعم تاني من غير اي دهون نهائي طبعا شايفين الفرق بين في الاول لما وردتلكو هو فيه الدهون وبين لما نضف معنا دلوقتي كده السراميكة باعت نعمة جدا الاستخدام اللي بعد كده في الحلل الالمونيوم اللي بتكون كده اللون بتاعها سودت شوية كده او لون هغير بنجيب كده سلكة من السلك النعم ده وبنجيب كده دي الصابونة البلدي ده الصابونة البلدي اللي انا بعمله معاكم تمام? عملتم معاكم قبل كده على القناة هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبت تحت الفيديو ده تمام بجد كنزي في البيت وبينظف جدا جدا سواء الالمونيوم او الاستاليس وبيخليهم كده بيبرقوا كمان الاستاليس كده بيكون في بعض الحروق كده على الحلة من برة وكمان في قاعدة الحلة برضو بيطلع معنا الحاجات دي بسهولة جدا بس انا الحلل بتاعتي فيها آآ رسمة على الحلة من برة عشان كده الاسفرار اللي فيها نمش بيطلع بسبب الشكل بيكون موجود في الحلة نفسها تمام? لكن لو الحلة بتاعتيك سادة وما فيهاش اشكال زي كده هتلاقيه بيطلع معاكم بسهولة جدا جدا بجد السلك الالمونيوم النعم ده مع الصابونة البلدي اللي بنعمله في البيت او حتى تشتري واحدة من بتاع المنظفات بيخلي الحاجة معاك ترجع جديدة جدا. لوش متوفر عندكم الصابونة البلدي ده تقدر تستخدمه الصابون اللي هو الوش بتاع الحمام العادي برضو بتفركه كده السلكة النعمة في الصابونة وتبدأه كده تدعاكم الحلل بتلاقوها بترجع بتلمعه جديدة جدا جدا. الاستخدام اللي بعد كده وده بالنسبة لي احسن استخدام لها في صراحة واكتر حاجة يعني بساطيتني من السلك النعم ده او في بلاد تانية بيقوله عليه جيكس على فكرة. تمام? السيراميك اللي بيكون آآ غامق اللي بيكون في الحمام. تمام? لو حد عامل سيراميك غامق في الحمام بيجد بيكون جدا جدا. انا عندي الحمام في نصتين في جزء آآ فاتح وجزء غامق. الغامق دايما كل يوم تقريبا لازم لقي المنظر ده كده في. اللي هو التجيير ده. بيجيبي كده قطعة سلكة من السلك النعم وتكون ناشفة جدا وكمان السيراميكا نفسها ناشفة. وتبداية تفرقيها كده زي ما انتم شفتوا كده. وتدعاك السيراميكا على الناشف. هتلاقوا التجييرة دي راحت تماما. بعد كده بفوتا ناشفة بنبدأ لمسحة. مش اكتر من كده. وازن شايفين الفرق بين الاتنين اللي اتعملت ولي ما تعملتش بجد. النسيجة مبهرة جدا جدا. وحلوة جدا جربوها تعجبكم قوي. بعد كده هنا ده الاز اي ازاز موجود عندكم سواء مرايات او ازاز بتاع التربزات العادي. تبدأوا كده تجيبوا برضو قطعة سلكة على الناشف بدون اي منظفات او كيمويات. هتلاقوها بتنضف معكم بسهولة جدا. لو صلتوا لحد هنا من الفيديو حطوا لايك بسرعة جدا. تمام? بعد كده ده اي خلطات عندك بيكون فيها لمعة بالشكل ده كده. تبدأوا برضو تنضفوها كده على الناشف بدون اي مية او اي منظفات. هتلاقوا كده الخلط معكم نجع جديد ورجع آآ بيلمع جدا جدا من غير اي منظفات ولا خلطات ولا اي مجهود نهائي. تمام? الاستخدام اللي بعد كده معنا ان احنا نسن به المقصات. لو المقصات عندك كده تلمى او بردة زي ما احنا بنقول عندنا في مصر تمام? تقدري كده تجيبي المقص وتبدأ تفضل تقصي كده بيه تقصي رايح جاي كده لحد ما يحمى معاك شوية. عايز اقول لكم النتيجة بتختلف على حسب نوع المقص يعني لو المقص بتاعت الجودته اصلا من الاساس بش كويسة فمش هيحمى معاك. تمام? لكن لو المقص انت عارفة ان هو بيكون حامل كل حاجة بس برد منك شوية تقدري تحميه بالطريقة دي. وبنك كمان بتقطعي السلك كتعة صغيرة عشان يبقى سهل في الاستخدام ونحتافز به كده في علبة. يارب يكون الفيديو قفتكم واستفدتم منه ولو بفكرة واحدة بس. لو عجبكم الفيديو او عجبكم اي فكرة واحدة حطوا لايك عليه واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله.